ناس كانت شايفة انه الأحسن للأهل إنه يواجه الوداد ناس تانية كانت شايفة لأ تعال نواجه سانداونز سانداونز على الأهل مش هيبع عندنا الضغط في الملعب بتاعهم زي الضغط اللي بنشوفه مع الوداد في ملعبهم الفرق اللي بتاعة الشمال الأفريقية بتبقى أصعب على الأهل من الفرق الأخرى والكلام ده أصلا فيجر شمال الأفريقية أصعب الأهل دي إنسوها خلاص الأهل من زمان من زمان مخلصها يعني يعني اخر مرة كان عندنا عقدة شمال افريقيا ديت سواء منتخب او فرق تقريبا يعني كانت سنة 2000 احنا ما بقلنا زمن خلاص العقدة دي خلصت فمش محنا نجينا عقد نتكلم عنها كل شوية طيب دي من ناحية ناس تانية كانت شايفة انه مواجهة الوداد احسن واسهل عشان سانداونز مستوى رائع جدا بيقدمه في البطولة وان النادي لا علي يكون داخل البطولة ديت وداخل المبارادي وعايز يسقر من هزمته بخماسية وانه ممكن دي يسبب له ضغط نفسي وخلافه انا الكلام ده كله مش بقف عنده بصراحة يعني ليه انا الكبير يعني الاهلي لما يفكر يقول انا الاهلي اهلا من مين وليه اهلا اصلا اه هاخد المباراة بحرص مباراة نهائية هركز هشتغل الالعب بس الطبيعي والمنطقي انه الخوف والرعب والقلق هتبقى عند الوداد اكتر من الاهلي الخوف والقلق والرعب كان هيبقى عند صانداونز اكتر من النادي الاهلي وصانداونز وقصل النهائي ليه انا بلعب الفريق اللي لما بيوصل النهائي غالبا بيكسب البطولة الا في استثنات غالبا بيكسب البطولة النادي الاهلي هو صاحب الأرقام الكواسية في البطولة في الحصول على البطولة في أرقام البطولة في كل شيء نادي القرن في القارة كل حاجة فليه أصلا إحنا كل شيء عامين نقول إيه يا عم كان ياريتها السان داونز يا عم ما بلاش الوداد يا عم تم الوداد أحسن من سان داونز ولا الهوى ولا تفكر ليه بقى ليه النهار ده أنا مرتاح شوية مش متوتر قوي آه يا مبارة نهائية والوداد جامد فدقة محترمة جدا جدا يعني بس ليه متطمن طول ما الأهلي كويس أنا متطمن خد بها لك لو تفتكر نهائي الموسم الماضي الأهلي كان بيمر بمرحلة صعبة على مستوى الأداء مش بتكلم عن نتائج كمان على مستوى الأداء وحتى على مستوى النتائج لو تفتكروا وقتها كان يتعثر كسينا في الدور بس على مستوى البطولة النفسها كان وصل للنهائي بس الآن ما كنتشف أفضل أحواله كفريق كمستوى كحالة فنية لو تفتكروا كمان بدنية لكن دلوقتي أنا أقلق على الأهلي ليه لعبين في أفضل أحوالهم الفنية والبدنية مدرب حقيقي مدرب كبير وقدير إيه اللي يقلقك عن نديلالي خايف من إيه الآن من إيه ما فيش حاجة تقلق خالص يا طيب عموماً ألف مليون مبروك لنادي الوداد السعودلي المباراة النهاية والأهلي في انتظار الوداد في مباراة الزهاب يوب أربعة يونيو إن شاء الله زهاب نهاي دوري أبطال أفراكيه